يعني يوم الايام الصعبة في فترة بسيطة جدا جدا قضيتها على شاشة النادي الاهلي تعودت دايما على ان احتفل بالبطولات وفي نفس الفترة البسيطة دي يمكن احتفلت بكم كبير جدا من البطولات اللي يمكن اندية على مدار تاريخها كله ما حققتهاش او ما احتفلتش بالقدر ده من الالقاب والبطولات النهاردة يوم الايام الصعبة يوم علي كمشجع وكواحد من جمهور النادي الاهلي ويوم علي كمقدم برامج على شاشة النادي الاهلي بقابل جمهور في ظرف صعب والقصة ابدا ابدا مش متعلقة بخسارة بطولة او خسارة لقب يعني ماينفعش ابتدي حلقة النهاردة اقول لحضرتك هاردلك الموضوع لا لي علاقة لقابل هاردلك ولا لي علاقة بالبادلك وافريقيا كلها يعني شاهدة وعارفة كويس جدا انه هذه البطولة وقابلهم قبل من كل الافرقى والاتحادات القرية والاندية الافريقية اشقاءنا في المغرب عارفين ان البطولة دي لان النادي الاهلي يخسرها ولا الوداد البيضاوي يكسبها البطولة دي اهداء من الاتحاد الافريقي للنادي الوداد ونتمنى بقى انه ملف الترجي والوداد وازمة النهائي بتاع بطولة دولة يا ابتال دي يكون اتقفل وانتهى لكن في النهاية انا الحقيقة اللي عايز اتكلم معاكم فيه النهاردة مرتبط اكتر بردود الفعل لان حقيقة انا من امبارح يعني حفلة التقطيع اللي شغالة في كل حتة دي للأسف للأسف الشديد يعني يعني انا كنت اعتقد او كان عندي ايمان راسخ ان فكرة على الحلوة والمرة معاه دي عند كل حد انتما في يوم الايام او شجع في يوم الايام نادي الاهلي لكن من الواضح انه لا انه في حاجات كتيرة جدا بتحركها المصالع حفلة التقطيع المتواصلة على العيبة وعلى الجهاز الفني وفي بعض الاوقات كمان على قدارة النادي الاهلي الحقيقة مش قادر افهمها مش قادر افهم انه النقطة الوحيدة البيضة النقطة الوحيدة المضيئة في كرة القدم المصرية على مدار التاريخ وبالذات في السنوات الاخيرة تقابل بهذا الكم الكبير جدا من الهجوم حفلة تقطيع مستمرة عشان الاهلي يخسر فيه مباراة نهائية بفعل فاعل وانتو شفتوا طبعا المشهد من اوله لاخره في حضور رئيس الفيفا جاني انفانتينو وفي حضور متسبي رئيس الاتحاد الافريقي المفترض يعني انهما رفعين شعار الفير بلاي تعرفين البانر الاصفر اللطيف ده اللي بتشوفوه في المطشات الكبيرة ينزلوا الولاد قبل المطش او قبل ما الفيرتين ينزلوا الملعب فتلاقوا بانر اصفر كبير جدا بيستخدموا الفيفا في المطشات هتشوفوه في كاس العالم واكيد انتو عارفينه يعني الناس وهي بتسمعني فاكرة لشكل البانر الاصفر المربع ده اللي مكتوب عليه الفير بلاي يعني هو سلوجن او شعار ليس له اي معنى وليس له اي دلالة ولا الفيفا ولا الاتحاد الافريقي حريص على تطبيق ابسط قواعده بأي شكل من الاشكال لكن في النهاية هرجع تاني لردود الافعال الحقيقة اللي مسكت الفرقة خلينا بقى متفقين احنا مبارح ملعبناش يعني ما كناش في احسن احوالنا ما كانش ماتش كورة بالنسبة لنا والمباراة الحقيقة كانت صعبة وعنيفة برا الملعب اكتر من جوه الملعب مش هتكلم بقى على التنظيم مش هتكلم على حضور جماهير الوداد يعني اللي يقارن حتى المشهد اللي تعرض ليه مسؤولين نادي الاهلي وجامهير نادي الاهلي وهي داخل الملعب ويقارن ده بمشهد حضور جماهير الوداد للمباراة يعرف الفوارق الاتحاد كان بيكلم على التنظيم وعلى القواعد وعلى اللوايح الاتحاد الافريقي والمعايير اللي اتحطت واللي بناء عليها تم بشكل استثنائي فتح ملف الترشح لغاية لما المغرب قدمت اوراقها وانها الدولة المطابقة المعايير كل الكلام ده انتوا عارفين وحافظين انا مش هتكلم فيه انا كانت شفتوا الحقيقة بعانيكم بار هرجع مرة تانية لدود الافعال وبفكر الكلام ده لجامهير نادي الاهلي عشان التوقيت اللي احنا فيه ده مهم جدا ما عنديش شك ابدا يعني بل انه يقين انه انه الاهلي بعد اللي حصل ده هيرجع احسن من الاول وان فيه قرارات وكل ثقة في مجلس إدارة النادي الاهلي في الفترة المقبلة تخلينا ان شاء الله بإذن الله نتفادى انا مش عايز اقول مؤامرات يعني لكن هو الحقيقة انه الاهلي خسر اللقب ده بفعل فاعل لكن اللي جاي بإذن الله واثق تماما انه هيكون فيه تصحيح مصار وهايكون فيه فتح ملفات كتيرة جدا عشان نقدر ان شاء الله بإذن الله نرجع تاني نتسايد افريقيا اللي احنا متسايدين هاو بفكركم انا مش هقول لكم تاريخ طويل من السيطرة وتاريخ طويل من الهيمنة انا اكلمكم بس على اخر عشر سنين من اثناشر لاثنين وعشرين مش هقول لك تاريخ الاهلي وبطولته وامجده وصولاته وجوالاته انا بقولك في اخر عشر سنين دي الفرقة بتاعتنا واصلة ستة نهائي دوري ابطال سبعة نهائية دوري ابطال سبعة نهائي دوري ابطال من اثناشر لاثنين وعشرين حقيت فيهم اللقب اربع مرات الجيل ده من اللاعبين حقق انجازات محقاش جيل قبل وابل كده من اللعب الناس اللي انتوا شدتوا السلخ عليها والناس اللي انتوا قطعتوا فيها حقك تتهموا بالتقصير وحقك تزعل منه وحقك بس حقه كمان عليك بعد كل اللي عملوا ده انه وقت الشدة وبالذات لما تبقى في ظروف غير طبيعية تقف دهر ولو مش عشانه هو عشان فرقتك وعشان نديك لان المشوار لسه ما انتهاش